مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع طبعا باليومين حكينا في فيديو مفصل عن الكورونا فيروس وعراض الكورونا فيروس وكيف ممكن تحمي نفسك وعائلتك من الكورونا فيروس لكن للأسف انتشرت فيديوهات كثيرة الانترنت ومعظمها يعني 70% منها مضلل لأنه ناس لا لها علم بالطب ولا بتعرف شو هو الطب بتجمع شوية معلومات بتخبصها بتحطها في فيديو انتبهوا يا جماعة هذه المعلومات قد تؤثر عليكم اختراعات ما انزل الله بها من سلطان تبين او بتحكي شو اعراض شو العلاج من المرض ما في علاج لحد الآن من المرض اليوم الصين قدرت تعمل ريبليكيشن للفيروس اللي هو مصعوبة الفيروس انه كيف تقدر تعمله زراعة او تعمله تحفيز في المختبر عشان تقدر تدرسه الصين اليوم اعلنت انها ستتعاون مع روسيا في هذا الموضوع استراليا حكوا انهم ادروا يسووا هذا الموضوع فالموضوع موجود في كل الاخبار والميديا وهذه بداية ان شاء الله تكون حسنة لويجاد علاج او نحكي فاكسين ضد هذا المرض طبعا انا بتابع موقع زي ما انتم شايفينه اه بيبين لك اعداد الكيس الموجودة في العالم اه في اه ستلاف ان ومية وخمس وستين كيس معظمها في تشاينة ستلاف تقريبا وسبعين كيس في تشاينة اه تايلاند فيها اربعطاش هونج كونج عشرة اه اذا بتشوفوا في الكيرف اللي تحت خلينا وارجيكم الصورة هاي اذا شفتوا هذا الكيرف اللي هون اذا انتبهتوا عليه هذا بيبين بالزبط قديش في اه اه ارتفاع بعدد الحالات اه زي ما انتم شايفين هون في الزاوية هون في مية وثلاثة وثلاثين حالة وفاة اه في خوباي اللي هي اكثر اشي موجود في ثلاث الاف وحوالي اه خمسين اه حالة خمسمائة حالة اه بعدين في جيجيان اه معظم الوفيات زي ما انتم شايفينها في مقاطعة اه اه في حالة هون في بيجين وفاة في حالة في سيشوان المهم اه معظم هاي الحالات زي ما انتم شايفينها في خبر مهم جدا اه بدي احكي عنه اليوم وهذا اللي خلاني احكي اعمل هذا الفيديو اه انه اه هذا المرض قد لا يظهر اي اعراض يعني احنا احكينا في الميديو السابق وانا عشان هيك بدي اصحح هذا مرض جديد الناس عم تكتشفوه ولا طبعا بيكتشفوه يوم بيوم اكتشفوا اليوم واعلنوا اه في السي دي سي اه انه هذا المرض قد لا يظهر اي اعضاء اعراض بما ما معنى انه قد يكون الانسان حامل للفيروس ولكنه ليس اه مظهر اي اعراض زي ما كان في البداية يحكي ورشح وبشبه الرشح وكحة وما غيره قد لا يظهر اي اعراض نهائيا وفي حالة رجعت من وخان اه ما عندها اي عرض جميع افراد العائلة اصيبوا بهذا الفيروس وهي الوحيدة ما عندها هذه العراض فبالتالي اه هذا يثبت انه هذا الفيروس قد يكون فعلا خبيث زي ما بيحكوا عنه وشيطاني ومتلاعب لانه لا يظهر اعراض صحيحة على الناس خاصة الاصحاء اللي اسامهم قوية لكن بظل ناقل للمرض فعشان هيك لازم تنتبهوا كتير اي واحد جاي من منطقة المنبوعة اذا ما جلس في الكارنتين مدة اربع عشر يوم مينموم لن تستطيع الافضل انكم ما اه اه تتواصلوا معه اه الان يعني ما بعرف هذا الحكي نحكيه ولا لا بس اه انا بعتبركوا اهل واصدقاء في كناس اذين بتشمتوا في الموضوع بيحكوا انه خلال شماتة في مرض خلينا ساكتين الله المستعم يعطيكم العافية وديروا بالك ونراكم ان شاء الله في حلقة جاي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد